إلى أخبار الحج حيث عاد الحجاج لمخيماتهم في مشعل ميناء بعد أن تموا طواف الإفاضة والسعي في الحرم المكي ورموا الجمرات وسيستكمل الحجاج رمي الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق التي تبدأ اليوم الحادي عشر منذ الحجة وعرنت الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح فيما أكدت وزارة الصحة السعودية عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن من جهتها كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن العام القادم سيشهد الحج جزءا من الخيام الجيدة في ميناء بحكم أن مساحة ميناء كبيرة وسيكون التنفيذ على مراحل من هناك معنا مباشرة الزميل نزار من مشعر ميناء أهلا وسهلا بك زميلنا نزار العالي مراسل لأم بي سي يعني أجواء مختلفة في الميدان ومع الحجيج بكل تأكيد لكن نزار كيف تمت آلية رمي الجمرات في هذا الموسم المختلف مساء الخير عليك عبدالعزيز والجميع مشاهدين الشرطة التاسعة بالفعل منذ الصباح اليوم بدأ تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى منشأة الجمرات لرمي الثلاثة الجمرات وفق خطة وضعت لهم سواء مرورية أو حتى من وزارة الحجنة نتحدث عن 2500 حاج كل ساعة يتم تفويجهم إلى منشأة الجمرات وأيضا خطة مرورية ترافق هؤلاء الحجاج من مخيماتهم إلى المنشأة نعلم أن هذا الحج هو حج استثنائي هذا العام لذلك لا يوجد أي طريق للمشاة جميع الحجاج يتم نقلهم عبر الباصات وبطرق مخصصة وأيضا برفقة دوريات مرورية لمرافقة هؤلاء إلى منشأة الجمرات لكمال منسيكم وإعادهم إلى المخيمات الحديث أكثر عن الخطة المرورية ينضم معايا سادة اللوة السلطان السهلي وهو قائد مرور مشعر بنا سألت اللوة في البداية إلى هذه اللحظة كيف تصير الخطة المرورية لموسم حج هذا العام أولا بسم الله الرحمن الرحيم حياك الله يا أخوزار الجميع وإن بي سي لله الحمد المرور حسب توجيهات معالي موديلة من عام وقائد قواته من الحج المرور يرافق الحجاج من بداية مواقع الاستقبال حتى جميع مراحل الحج من تروية وتصعيد ونفرة من مزلفة إلى ميناء من ثم رمي الجمارات ثم إلى المحطة لساحة الجمارات الوقع ساحة الجمارات تنقلهم كذلك في دوريات حسب مسارات معينة إلى الحرم وتعود من الحرم إلى المحطة ثم تنقلهم إلى مساكنهم في مشعر ميناء لو سألتك سالة اللوة عن مشعر ميناء الخطط المرورية التي وضعت له في أيام التشريق وتصعيد الحجاج إلى منشأة الجمارات وإعادته من الخيام كيف تسير إلى هذه اللحظة؟ طبعاً السنة هذه حسب ما ذكرت أنه فعلاً سنة هذه حج استثنائي وخطة المرور سنة هذه مرافقة الحجاج في جميع رحلهم سواء من يرغب في الحرم أو سواء من يرغب لمساكنهم حسب زونات معينة عندنا مسارات معينة وعندنا تنظيم ومسار لا يمكن ولا نرضى حد تجاوزه أو أنه يطلع من هالمسار تعليمات واضحة والله الحمد تسير الخطة حسب ما وضعت مني ومن زملائي في الميدان في مشعر ميناء محطة ضخمة كبيرة وهيئة للحجاج من يرغب بالانتقال للحرم يتجه إلى المحطة هذه مع دوريات رسمية المرور محدد كذلك مساراتها إلى حتى يصلون مساكنهم شكرا لك سعالة اللوة كنت معنا للحديث عن أولى الخطط التي نفذت في أول أيام التشريق بالفعل عبد العزيز خطط وضعت ميدانية لنقل الحجاج داخل المشاعر نتحدث عن أربع زونات اللون الأزرق والأحمر والأخضر والأصفر وتصعيد الحجاج إلى منشأة الجمالات اليوم تمت بكل يسر وسهولة طيب نزار في الغد راح يتم أيضا تفويج الحجاج مجددا لرمي جمرات الثلاث لكن كيف ستتم آلية تفويج المتعجلين وتفويج أيضا من أراد أن يتأخر بالفعل عبد العزيز الخطط التي وضعت هناك خطط وضعت للمتعجلين وخطط وضعت لمن أراد البقاء في ميناء هناك عمليات وضعت مسبقة لتفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات أيضا وفق خطط أمنية وميدانية وضعت لهم من أراد التعجل يوم غدا بإمكانه كما قال سالة اللواء بعد الانتهاء من رمي الجمرات التوجه إلى المحطة التي خصصت في مدخل مشعر ميناء حتى يتم أخذه عبر الطريق التردد إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع وبإمكانه بعد ذلك التوجه إلى المكان الذي يرغب فيه شكرا جزيلا لك زميلنا نزار العلي على كل هذه التفاصيل